ألغام ميليشيا الحوثي في اليمن القاتل الخفي القابع في أرضه الذي حصد وما زال يحصد أرواح المئات من الأبرياء في هذا البلد 140 مدنيا بينهم 19 طفلا قتلتهم الألغام في محافظتي الاحديدة وتعز فقط منذ عام 2018 بحسب تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش صلت الضوء على استخدام ميليشيا الحوثي الواسع للألغام الأرضية لا سيما في الساحل الغربي لليمن منذ منتصف عام 2017 انتشار الألغام بشكل كبير في أراضي اليمن وفق هيومن رايتس منع المنظمات الإغاثية من الوصول إلى السكان المحاصرين وتقديم المساعدة لهم وأدت إلى منع السكان من الوصول إلى المزارع وآبار المياه وألحقت الأدى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم هيومن رايتس أكدت أيضا أن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بزراعة الألغام المضادة للأفراد بل عمدت إلى زراعة الألغام المضادة للمركبات في المناطق المدنية بجانب استخدامها الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المموهة على شكل صخور أو أجزاء من جذوع الأشجار الحدود المائية لليمن كانت هي الأخرى حقلا ممتلئا بالألغام إذ استخدم الحوثيون وفقا لرايتس ووتش الألغام البحرية وهو ما عرض سفن الصيد التجارية وسفن المساعدات الإنسانية لمخاطر كبيرة وفي مقابل كابوس انتشار الألغام تفتقر فرق إزالة الألغام في اليمن إلى التدريب الكافي بجانب سوء التنسيق بين تلك الفرق التي لم تفصح بشكل كاف عن المعلومات بشأن أنواع الألغام المكتشفة ومواقعها وهو ما يضاعف من احتمالات سقوط مزيد من الضحايا المدنيين على المدى البعيد ترجمة نانسي قنقر